بحكم الصلاة على السقط أو السقط وهو المولود الذي ينزل من بطن أمه قالوا إذا نزل السقط بفتح السين أو بكسرها كلهما صحيح إذا نزل السقط مستهلا يعني صارخا باكيا يصلى عليه يصلى عليه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك ليه لأنه قد ثبت له ببكائه وصراخه واستهلاله ثبت له حكم الدنيا في الإسلام من مراع ثوديه فيصلى عليه حينئذ كغيره جميل جدا طيب إذا نزل السقط ولم يستهل وكان عمره أقل من أربعة أشهر لا يصلى عليه إذا لم يستهل وكان سنه أو عمره أقل من أربعة أشهر وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك ليه لأنه قبل الأربعة أشهر كما قال لا يكون نسمة فهو كالدم فهو كالدمي قطع من الدم فليه صلى عليه طيب أما إذا كان كان السقط كان عمره أربعة أشهر ونزل ولم يستهل لم يبكي ولم يصرخ اختلف أهل العلم في الصلاة عليه إذا لم يستهل وكان عمره أربعة أشهر فأكثر طبعا اختلفوا على قولين القول الأول قال لا يصلى عليه لم يستهل حتى ولو كان عمره أربعة أشهر أو أكثر لا يصلى عليه هذا ماذا الجمهور من الأحناف والملكي والشافعي وهو قول بعض السلف قالوا لأنه لم يثبت له حكم الحياة باستهلاله أي ببكائه أو صراخه القول الثاني قالوا يصلى عليه إذا نزل السقط ولم يستهل صارخ وكان عمره أربعة أشهر فأكثر يصلى عليه ماذا بالحنافلة هو قول بعض السلف بل وهو قول فقهاء المحدثين واستدلوا بعموم حديث المغيرة بن شعبة الذي روى أحمد وأبو داود والترميدي بسندا صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغشرة والرحمة يا سلام السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغشرة والرحمة قال أنه نسمى نفخ فيها الروح فيصلى عليه ويدعى ويدعى